لماذا لا مرى التطور مستمر الآن؟ لماذا توقف؟ فلو كان التطور صحيحا لكنا إذا نشاهده الآن ولو من قبيل المقدمات التطور لم يتوقف بل هو مستمر وموجود بيننا ومقدماته أيضا موجودة في كل مكان على الأرض مثل تطور الفيروسات والبكتيريا المرضية لمقاومة العلاج ومثل فراشات الثورة الصناعية التي سبقها وأن شرحناها ومثل عيون الإسكيمو بل يمكن الآن تجربة التطور في المختبر من خلال تغيير التركيب الجينية لبعض الكائنات الحية وإنتاج كائنات حية جديدة والأمثلة على استمرارية التطور موجودة وكثيرة جدا وإنما نحن لقصر أعمارنا لا يمكننا أن نرى إلا تطور كائنات سريعة التكاثر ودورة حياتها قصيرة جدا كالفراشات والحشرات لماذا؟ لأن التطور مهما كان بسيطا يحتاج إلى أجيال كثيرة ومن الأمثلة التي رأاها ملايين الناس هي كما قلت فراشات الثورة الصناعية التي تغير لونها في فترة قصيرة جدا وتوجد لدينا أيضا أمثلة أخرى لظهور كائنات حية جديدة لم تكن موجودة سابقا والعلى أكثرها هو البكتيريا المرضية والفيروسات اشتركوا في القناة